موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين موسيقى وابطة علماء المسلمين تستنكر تصريحات خامنئ وتعتبرها رسالة طمأنة للكيان الصهيوني موسيقى كارثة السيول تلحق أضرارا بأكثر من أربعمائة ألف شخص وسبعة عشر ألف مسكن وتفاقم معاناة النازح موسيقى موسيقى تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم استنكرت ترابطة علماء المسلمين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي وقالت في وقت كانت تنتظر فيه مواقف قوية من النظام الإيراني لدعم غزة بعد استهداف القائد إسماعيل هنية فوجئ العالم بتغريدات خامنئي التي وصف فيها أهل السنة والجماعة اليزيدية والجماعة اليزيدية وأكدت رابطة علماء المسلمين في بيان أنه لا يوجد منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام جبهة يزيدية وأخرى حسيدية وأن الحسين بن علي من كبار أئمة أهل السنة والجماعة وأعربت رابطة علماء المسلمين عن رفضها لمحاولات تغيير التاريخ لمصالح فئوية خاصة معربة عن قلقها من استخدام هذه المصطلحات لزرع الفتنة بين المسلمين وعشر البيان إلى أن تصريحات خامنئي تأتي في وقت حساس للغاية وتعتبر بمثابة رسالة طمأنة للكيان الصهيوني وتكشف زيف الشعارات التي يرفعها النظام الإيراني بدعم القضية الفلسطينية عبر شعارات لا تعد كونها أداة لترويج الثورة الإيرانية ومحاولة لخداع الجماهير شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مراسيم احتفالية بقدوم شهر أيلول المجيد حيث شدت المنشورات والقصائد والأغاني الوطنية فرحا وابتهاجا وترحيبا بضيف اليمن الكبير سبتمبر وثورة السادس والعشرين من شهره الأغر نتابعا القلوب إليه لهفة تترقب مقدمه في نسائم الفجر وعلى صهوات المنى وهي تحمل إلى اليمنيين يوما من زمن السماء لولاه ما كانوا ولا كانت لهم شيئة تذكر في عداد الأمم المعاصرة هو سبتمبر سيد الشهور في التقويم الجمهوري وهو أيلول الميلاد والوجود والحياة الرحبة المنفتحة على امتداد العالم الفسيح وهو المعنى والهوية والضيف ورب المنزل تحج إليه أفئدة الأجيال وتصلي في محرابه الطاهر صلاة الشكر لمن منحهم من عليائه يوم السادس والعشرين من سبتمبر تاريخاً لبداية الكينونة ومفتتح الوجود الإنساني بعد دهر من العدم وتلك حقبة سوداء بائدة كرس فيها الكهنوت السلالي المتسلط واقعاً منفصلاً عن روابط التاريخ اليمني وأبعاده الحضارية فاستلب الإرادة والعقل وعشعش على شعب عريق تعامل معه كمجتمع القطيع قبل سبتمبر الأغر ما كان إلا اللص حاكماً والشيطان واعظاً وشعباً يرسف في أغلال الجوع والخوف فالسجون ملآب الأبرياء والبيوت فارعة من قمح حقولها والأقدام حافية تكدح في هباء المذلات اليومية زمن أسود عقيم لا معنى فيه للحياة من قريب ولا بعيد والأمراض الوبائية تتداول المواسم وقال الرحالة الغرباء القادمون من الشرق والغرب إلى صنعاء لقد رأينا أكبر متحف للهياكل العظمية المتحركة ثم أطل سبتمبر فكس العظام لحماً وحياةً وصار لسمه وقعاً لأول مرة في مسامع الأسقاع وراية الجمهورية خفاقة ترفرف في أعالي العالم الجديد حذرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن مما خاطر استغلال ميليشيا الحوثي لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادة السياسية البارزة والأموال والمعدات العسكرية من وإلى اليمن وقالت المنصة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربعة التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو الماضي لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من صنعاء إلى عواصم الدول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ورصدت المنصة تهريب أكثر من ثلاثمائة قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار دول المنطقة ويثير المخاوف من تنفيذ الحوثية لعمليات عدائية ضدها بحسب البيان حذرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسر الأموال في اليمن بي تي أو سي من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة متابعا قد لا يكون نسيان حقائب الركاب جديدا في تاريخ الرحلات الجوية لكن كحالة فردية لا تشمل جميع المسافرين كما وحلوا رحلة طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى مطار علياء بالأردن وعقب تبريرات ميليشيا الحوث التي تسيطر على إدارة مطار صنعاء الدولي كشف تقرير متخصص عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن PTOC عن سبب إنزال الحقائب من مطار صنعاء وكانت الميليشيا حازت الواقعة إلى الوزن الزائد الذي كان أكثر من المثالي بحسب معايير السلامة الدولية كما نشرت قائمة بالأوزان المسموحة لكل مسافر وهي أوزان غير منطقية وأقل بكثير من المعتمدة في الرحلات الجوية لكن منصة التعقب أرجعت ترك حقائب المسافرين إلى شحن حقائب حوطية بديلة محملة بالأموال المنهوبة المهربة بجانب معدات ومنقولات أخرى واتهمت المنصة الحوتيين بتهريب أكثر من 300 قيادي حوتي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء عبر رحلات مطار صنعاء الدولي ومن المؤكد استغلال الميليشيا لأربع طائرات تقرصنت عليها من أسطول الشركة اليمنية للطيران بخدمة أغراضها العسكرية وتمتين خطوط الارتباط مع شقائقها من تنظيمات الإرهاب التابعة لإيران في المنطقة ليغدو مطار صنعاء معلما إرهابيا في المعنى والمبنى خلفت كارثة السيور التي شهدتها اليمن مؤخرا أضرارا كبيرة طالت المواطنين والممتلكات والبنى التحتية وعدت إلى موجات نزوح جديدة في عدة محافظات وفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير إن الفيضانات التي ضربت اليمن مؤخرا أحدثت دمارا في 19 محافظة وألحقت ضرارا كبيرة بـ 63195 أسرة وخاصة في مواقع النازحين داخليا حيث دمرت المنازل والمزارع والسبول العيش وأوضح التقرير أن 424 ألفا و123 شخصا تأثروا بشكل مباشر من الفيضانات مشيرا إلى أن الألغام الحوثية والطرق المدمرة حالت بشكل واسع دون توصيل المساعدات وأفاد بأن ثمانية ملايين شخص معرضون لمخاطر عالية ولفت التقرير إلى أن الفيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 17 ألف مسكن ومأوى في جميع أنحاء المناطق المتضررة كما أدت إلى نزوح أكثر من 12 ألف أسرة في مارب وحدها مع حلول العام 2024 وهي المحافظة التي تمثل نقطة محورية للنازحين داخليا طوال فترة النزاع المستمر سيرت قبيلة يسهول المهر بمحافظة المهرة حملة نغاثية بعنوان أجاويد العطاء لدعم أهالي وادي المسيلة الذين تعرضوا لحصار الأمطار والسيول وانقطاع الطرق وأكد القائمون على الحملة أن القافلة اللغاثية جاءت استجابة من القبيلة لحاجة المتضررين من السيول في ظل غياب الدعم الحكومي وقالت مصادر محلية أن أهل الخير والإحسان تفاعلوا مع المبادرة لتقديم العون والمساعدة وأشاد العشرات من النشطاء بالحملة التي أطلقتها القبيلة مؤكدين أن القبيلة نجحت في سد الفجوة وتلبية احتياجات المتضررين وأكدت الحاجة إلى التمسك بقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تتميز بها المهرة وقبائلها دشن وكيل أول وزارة الداخلية لورق محمد سالم بن عبودة دورة تدريبية للعلوم الأمنية والشرطية بمدرسة الشرطة بمحافظة مارب وتستهدف عددا من صف ضابط وضباط وجنود الشرطة بالمحافظات المحررة وثمن بن عبودة الجهود الكبيرة التي تبدلها الوحدات والأجهزة الأمنية وقال إن قيادة الوزارة تول اهتماما كبيرا بعملية التأهيل والتدريب القتالي وعقد الدورات التخصصية والنوعية التي تنعكس إيجابا على العيون الساهرة وأدائها الأمني بدوره أوضح مدير شرطة محافظة مارب اللواء يحيى حميد أن المرحلة الثانية من العام 2024 كانت حافلة بالبرامج التدريبية النوعية التي استهدفت جميع الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة للداخلية في مختلف المحافظات المحررة نفذ العشرات من أبناء قبيلة العزيبة بمحافظة لحجة وقفة احتجاجية أمام مبنى النائب العام بمدينة عدن تنديدا باختطاف حمزة ياسر العزيبي نجل زعيم قبيلة العزيبة بمحافظة لحجة ورفع المحتجون شعارات تطالب النائب العام بسرعة إطلاق سراح العزيبي الذي تم اعتقاله من قبل قوات المجلس الانتقالي في عدن بدون أي مبررات قانونية بالإضافة لمنع زيارته أو التواصل معه من قبل أسرته منذ أكثر من عشرة أيام وناشد والد المختطف العزيبي النائب العام بسرعة إطلاق نجله المعتقل موضحا أن أخذ الناس من الشوارع والزج بهم في السجون السرية والمعتقلات أمر مرفوض وتصرف همجي غير مسؤول إلى ذلك أعلنت رئاسة حلف قبائل تبن والحوطى بمحافظة لحجة تضامنها الكامل مع الشيخ القبلي ياسر العزيبي حتى يتم إطلاق سراح نجله المختطف لدى المجلس الانتقالي وحملت قيادة المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطف حمزة العزيبي نظمت دائرة الإعلام والثقافة بإصراح محافظة حجة يوم أمس دورة تدريبية لعدد من الناشطات في مجال الإعلام الجديد تحت شعار من أجل حضور إعلامي فعال وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركات بما هي الإعلام الجديد والطرق ووسائل العمل الإعلامي فيه بما يكفل إيصال الرسائل الإعلامية بالشكل المناسب ويحقق الأهداف المرجوة منها إلى جانب إكساب المشاركات مهارات إنشاء الحسابات وتأمينها والضوابط المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقدم في الدورة التي أقيمت في مدينة مارب أوراق عمل ونقاشات موسعة وأثريت الدورة بجملة من المقترحات التي تخدم العمل في إطار الإعلام الجديد وبما يتناسب مع الظروف المحيطة بنا حقق المنتخب الوطني للناشئين مساء أمس فوزا مهما على نظيره العماني في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان وذلك في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه وقدم منتخب الناشئين الوطني أداء متميزا مكنه من استحقاق الفوز على المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني مساء الجمعة المقبل نظيره السعودي في منافسات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا بنسختها الحادي عشر النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها رابطة علماء المسلمين تستنكر تصريحات خامنئي وتعتبرها رسالة طمأنة للكيان الصيوني كارثة الصيون تلحق أضرارا بأكثر من أربعمائة ألف شخص وسبعة عشر ألف مسكا وتفاقم معاناة النازل في ختام النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة